حسين كان في مؤتمر صحفي اليوم لمن توجهتم بهذا المؤتمر الصحفي ومن شارك فيه من مكونات العدالة الانتقالية طبعاً أولاً نشكركم على هذه الدعوة التي سبقت فيها وعوضاً عن كل الإعلام ورغم أن المفروض المركز الإعلامي الموجود في أمانة الحوار هو الذي يكون السباق فيها طبعاً اليوم عقد المؤتمر الوطني أفواً المؤتمر الصحفي بخصوص انتهاك رأسة فريق العدالة الانتقالية لكل حقوق المكونات وقدمت تقرير لجنة التوفيق وادعت فيه بأنها استوفت التقرير وأن كل المكونات وافقت على ذلك أيضاً صوتت وقرت بما محتويه التقرير كان الهدف من هذا المؤتمر هو الإعلام لكافة المواطنين بأن فريق العدالة الانتقالية واجه صعوبة أمام تقرير له ستة أشهر أو أعتقد طبعاً التقرير النهائي كان فيه تقرير نصفه في المرحلة الأولة ولكن هذه المسودة يعني حصلت على وقت أكثر من التقرير الأول فوقينا طبعاً بأن رئاسة الفريق عدت تقرير آخر بالضبط طبعاً عندنا هذه المسودة منها هذه المسودة الرئيسية وفوقينا طبعاً بأنهم عملوا تقرير آخر ونحن صراحة نشكر جهودهم اللي قاموا فيها ولكن حرصاً مننا على كل النقاط ومواد التقرير وأساساً لم نكن منطلعين لأننا كنا معلقين عضويتنا كمثل المكونات الأخرى صار أن رئاسة الفريق قامت بهذا العمل بأسلوب فردي دون الرجوع للمكونات كما أن عندما قامت هي بهذا الشيء باحتساب بأن هذا المبرر الوحيد أن المكونات ليست موجودة عندما قامت رئاسة الفريق باستقالة وأعلنت استقالتها أيضاً كما قام بعض الأحزاب بتعليق عضويتهم التزمنا بالمبدأ العام وهو الانتظار لكي نتم مناقشة موادهم وإدراجها في تقرير عام متوافق عليه من كافة الفريق فوقينا باستمرارهم رغم التحذيرات التي يقولنا وجهناها لهم أيضاً سبق وطلعنا رئاسة المؤتمر برسالة مرفقة وموقعة من قبل ست مكونات بأن هذا التقرير لا يعني فريق العدالة الانتقالية وأننا متمسكين بأصل مسودة التقرير أو مشروع التقرير التي كنا نعد فيه ورغم فيه بعض النقاط والمواد التي نحن لم نتوافق عليها إلى الآن نعم أنتم الآن وقعتم كمكونات مجموعة من المكونات ترفض التقرير لأنه تعارف البديل تقرير البديل بالضبط عدها الفريق